اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالتطبيق النهاردة هنتكلم عنه نفس التطبيق بتاع الدرس السابق ولكن هنتكلم عنه بصورة طبيعية يعني من 1 الى 3 هذا التطبيق مهمته ان انت لما بنشغله بنلاقي ان بيشغل التلات لمض منفذ 11 و 12 و 13 راجع الدرس الدرسين السابقين عشان تفهم السكريبت ده ماشي ازاي تمام فاحنا هنعتمد طبعا بيتم الوصول الكهربا على حسب ال L فال L مثلا لما تبقى واحد بيتم جمعها بعشرة فبتصبح رقم 11 وبيتم دخ الكهربا في المنفذ رقم 11 وهكذا 12 و 13 ما هو عملية القفز او عملية الكاسر خلينا الاول نبتدي بقى بالكينتينيو او القفز يعني ايه يعني افرد انا مثلا اثناء الدوران مش عايز اني انافذ حاجة معينة يعني مثلا انا عايز انوار رقم 11 و 13 يعني لما فور تيجي لرقم 2 2 يعني لما بتجمع بتبقى رقم 12 ما ينورهاش يعني زي يتعدها يعمل اسكيب يتعدها يتجاوزها طب التجاوز ده بيتم ازاي بيتم من خلال الشرط F فمثلا اقوله F L لما L تساوي مثلا رقم 2 يعني اللي هي المفروض اللامبة بعد الجامعة تبقى اللامبة رقم 12 في الحالة دي ايه هيحصل في الحالة دي continue 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 يعني تجاوز لو كانت اللي بتساوي 2 تجاوز دي بمعنى تاني ما تنفزش اللي تحت ده ما تدهاش اي كهربا تمام طيب start اهو ابصوا 1 2 ونلاحظ ان هو المدة السماء يعني هو يعني بمعنى تاني هو تجاهل خلص حد في الضوران التاني هو جاه فحص لقى ان اللي بتساوي 2 فما دورش كأنه بيدور دلوقتي بس الفرقة اصبحت بتدور مرتين بتدور مرتين فقط مش 3 مرات ليه؟ لان انا نقصت مرة لما قلت له لما تساوي 2 continue تجاهلها ما تلفش كمل علي بعده طيب تعالا نغيره نقول مثلا لما تساوي ال 1 continue هتلاقيه اه ابتدالك من الرقم 2 اهو 12 و 13 وتجاهل منفذ 11 او بمعنى تاني تجاهل الضوء اللفاء الاولى إيس على ده بقى اي حاجة لو ممكن برضو حاجة تانية على سبيل المثال لو L خلي بالك لو L في حالة ان هي تكون اكبر اصغر من خلينا اكبر من الواحد تمام؟ لو في حالة ان ال L اكبر من الواحد فال L لو ساواني كده بس عشان قابلها لكم and خلي بالك و ال L اصغر من الثلاثة ففي الحالة دي continue ايه ده يعني ايه؟ تعالى بس النفس ابص برضو نفس الشيء يعني ايه؟ يعني بدل ما اقوله مثلا ال L بتساوي افرد مثلا فيه انت عامل 4, 5, 6, 7 لمد وعايز تتجاهل لمد معينة ما بين رقمين معينين ففي الوقت ده انت ممكن تستخدم عملية الاكبر من والاصغر من فتفسير الكود ده انه هو لما بيبص بيلاقي N ال L امتى تبقى اكبر من الواحد واصغر من الثلاثة في حالة انها يبقى رقمها اتنين تمام؟ في حالة انها يبقى رقمها اتنين فال L لما يكون رقمها اتنين في الحالة دي فعلا بتكون اكبر من الواحد ولكن اصغر من الثلاثة يعني في النص ففي الوقت ده طبعا لو كانت اتنين بتيجي بتجمع هنا المفروض وبتبقى اتنشر فعشان كده طبعا هو بيعمل continue بيتعدى اللفة رقم اتنين ففي الحالة دي بتلاقي فعلا بس واحد واثنين واحد وثلاثة هما اللي بيتنفزوا او بمعنى تاني المنفذ 11 و13 هو اللي بيتم دخل الكهرباء فيهم طيب ده بالنسبة لل continue طيب ال break اسهل من كده بكتير ليه؟ لان بكل بساطة بقوله في حالة ان هو ال L بتساوي رقم 3 break يعني ايه break؟ يعني اكسر الضوران توقف ما تنفزهاش وقف هنا قفز بيقفز وبيكمل الدوران عادي لكن في حالة دي في حالة break break في الوقت ده طبعا انا عشان برضو ما لغبطكش انا هاخدها كده على بعضها وهحطها فين وهحطها في ال set up مش في اللوب عشان تبين لك المضاعمل ازاي ففي الحالة دي start اهو واحد اتنين ويقف مع ان المفروضة التلاتة تظهر طب شيل البريك دي هتلاقي ان واحد اتنين تلاتة طيب اكسر لي لما تكون ال L بتساوي مثلا اتنين لما ال L تساوي اتنين واحد ويقف اه يبقى break معناها ان انت كأنك بتعمل stop بتوقف الدوران لما يوصل لرقم معين يقف حتى لو انت ظبطه هنا ان هو يلف 10 مرات 20 مرة لكن لو انت قلت له لما الدوران يوصل لللفة التانية و break معناها ان انت يقف 3 مرات او مثلا يوصل للتالتة و break معناها ان هو بينفز الاولى والتانية وبيتوقف خالص عند التالتة طيب جميل جدا انا هنفز لك لاخر مرة تعالى نرجى حتة ال continue عشان ال continue انا لما عملتها عملتها في loop بس انا هنا برضو لاخر مرة هورها لك هنا في ال setup فالمفروض ان هي بت ايه هتتنب مش هتبضل تكرر يعني اهو FL بتساوي اتنين continue ففي الحالة دي واحد وثلاثة ينفز لك ان المنفذ رقم 11 يعني اللي هو هنا L ان زي ما قلت للمرة المليون ان هي بتجمع برقم عشرة فكأنه بينفز لك بس 11 و 13 اما اللي هي رقم اتنين او المنفذ 12 ما بينفزش انه بيحصل عملة قبز طيب اتمنى ان الدرس يكون سهل برضو لابد من ان التطبيق الكلام لوحده لا يكفي انك تشوف بس لا يكفي لازم تطبق وانت هتستكشف بنفسك الموضوع عامل ازاي الدرس القادم انا عارف الناس تحب التطبيقات الدرس القادم احنا هنعمل دوران لكن جوه مصفوفة عشان انا وعدتكو بداه وبعد كده هنكمل مع بعض ان شاء الله شكرا على المشاهدة